قبل ما نكمل فانديميل برضو اللي حاصل في الاستنزاف لما هتكلم عن الحفر البرميلية دي أنا عايز أسأل على إنه إحنا وقتها ما كانش التسليح بدرجة كبيرة جدا بس كان فيه ما يمكن أن نسميه الإبداع المصري في الشغل في المقاومة يعني إنك تلجأ لهذه الحيلة أو هذه الطريقة ده إبداع مصري خالص يعني دي الروح بقى دي الروح أكتوبر أو الروح حرب الاستنزاف اللي هي نشأت بعد النكسة فيه إصرار من الجيل اللي هو بعد 67 إنه يحقق النصر إنه ينتقم فبيبتدع أي حاجة في سبيل إنه هو يتعاش مع الموقف ويقدر يتغلب على العدائيات ودي من الحاجات اللي هي حصلت في حرب الاستنزاف وأفادتنا كتير جدا بعد العبور في 73 يعني هننتقل لمرحلة العبور في 73 هنلاقي كل الناس اللي عبرت فيه رؤوس الكباري بتاعتهم يعملوا حفر البرميلية البرميلية هنزلوا فيها شرق القناة احنا هنيجي للعبور لكن حضرتك فضلت بقى في ده لحد ما تم وقف اطلاق النار أو تم يعني وقف خلاص حرب الاستنزاف بالضبط لأن في العبور اللي تم ده بعدها حصلت بقى الحادثة اللي استوشت فيها الفريع عمينة مرياض يعني كلنا كذبات اللي هم معهم نوت العبور بناخد نوت العبور بعد العبور الفردي لأول مرة سنة 69 وأنا شاركت في الجنازة بتاعت عمينة مرياض يوم جناسته في مدان التحرير دي اللي حضرها الرئيس عبناصر بالضبط دي مرحلة مرت في حرب الاستنزاف وبعدها حصل طبعا فيه احداث كتير حرب الاستنزاف غيرنا احنا كان بييجي مثلا الصعقك بيتيجي انتقاما لاستشهاد الفريع عمينة مرياض دول العمل واللسان التمساح بالضبط والمجموعة 139 دخلت وعملت في اللسان بورتوفيق اللسان بورتوفيق والتمساح الحيطة دي كلها انتقموا تماما من العدو وعملوا خسائر وجابوا أسرة يعني موضوع كان انتقامي 100% بأوامر من الرئيس جمال عبناصر في الوقت ده